الخبر اولي عادنا عن انتشار واحد من الفيديوهات اللي كان لأحمد ابو الرب وهي الصبا لغلب لاحظ من هذا الفيديو يا حبايب نوعنا ماكو شي غريب ولهو انه صبا كان لازم بقيته نرقيل وقاعدت نرقيل ونفس الوقت اكون مشروب على الطاولة ولكن من نسبة الاول شي يا حبايب هذا المشروب هو مو مشروب محرام وانما مشروب هو عادي ولكن مجرد شي شكله وثالث شي كل مرة اقول يا حبايب انه الدخانة وانما رقيله هو شي حرية شخصية معنا علاقة ولكن يعني من الاحسن انه ما يكون بالسوشال ميديا لانكو هواي اولاد صغري تتابعونه وممكن يتأثرون بهذه المشاهير سيب حبهم لهم اكون اكتبال بالكومنتاج شريكم بها ذا الخبر ننتقل حاليا السفر ليوتيوبر يا حبايب بالنسبة لأول شي مثل نورستار مثل ما عرفتو يا حبايب انه يحالين بالسويد فاول شي كله قاعد يسائل انه ما السبب اللي خلل النورستار تروح للسويد فالنورستار طعت بشوئة ستوريات تردع لهذا الموضوع يا حبايب وتقولنا عده هواية شغل وبنفس الوقت اشياء انا رح سومنيها بالسويد رح توكم ستوريات عم متعارفون اكثر اكتر سؤال عم بيتكرر ليش انتي بالسويد انا حاليا بالسويد جايز رحلة شغل تقدمت لي دعوة رسمية من الحكومة السويدية لاجيع السويد وازور السويد واستكشف البلد اصور لكم تفاصيله البلد كتير حلو واليوم كان عندي شرسة تصوير من الصباح هلأ خلصت رح نزلكم صورة صورة كتير حلوة هيك صورتها على الانستجرام وهلأ طالعين نستكشف البلد كمان واليوم العشاء حيكون بمكان كتير سباشل بنسبة الثاني الشي اللي هي يارا ماريا حبايب واستقبال امها من السفر بعدما رجعت من السفر في نتشفية ستوريات صراحة ستوريات شوية حلوة ونوعا مهد فرح لاستقبال امها رحتكم يا اشوفوها فيفي بسمولي كيف كل حبيباتي يا عيون يا علم يا امامي اكتبت الدكار على السلطة اوزك بالطبط اوزك بالطبط اوزك بالطبط بالنسبة الثالثة ايه حبايب والي هو النورمار وتنزلي شوية تستوريات ديالي من خلالها انو بعد يومين راح يكون ان شاء الله بدبي اللي هي الامارات فعلا هذا الشي بهذا الاستوري احطولكم ايه اشوفكم هاليومين ان شاء الله كنا عندكم حجزت يعني هال لا يوم التجمعة الى يوم الخميسة كنا عندكم احكوا لي لازمكم شي من تركيا جماعة دبي رفعاتي كيف كوشتا تلكم حبكو فكتونا حبايب الكمنتاج قيمة حمسي الاشياء الخرافية رح سوها اليوتيوبر بالسفر ننتقل حاليا التهجم واحد من اليوتيوبر العراقيين او المؤثرين العراقيين على القمر الطاي طبعا التهجم هذا يا حبايب كان كلش غلط والله المدفاعا على القمر الطاي رحط لكم ايه اول شي شوفوه وعدني رح اوضح لكم شنو السبب بالضبط شوفوا اوش التهجم طبعا اليوم قلت ما صور ستوريات ولا صور فيديو قلت ايه بدراستي بس الحمدلله انه يم الضمير الدراسي واجهتكم اوكو جم حدث اريد اعلق عليهم موجودين انعلق لون يعني العالم اللي ورد تروح يم الستيش عايه طبيعي واللي مفروض كون لي قدام لي ورد افتهم وانشو معني ما تعارف اشلون والمدعوين قاعد يهم حالهم حل اي احد اللي احنا المشاهير نفسنا حال باقي العالم لا مستحيل قاعدوا تيه الناس العهديين ليش ليش قاعدوا تيه الناس العهديين شوف ديم الاكاونت ما تجعل انستجرام قاعدوا اني عندي فيديو ويا هارون الشمري عزيزتي انتي منو انتي منو حتى تحشين بهاي الطبقية وحتى ما يقعدوا تشيه الناس العاديين الليش الناس العاثين اش بيهم كاللوما الناس العاديين انتي وانثالج مات انتو موجودين اصلا ماتش انو وصلتوا لهاي المكانة اللي هي لا شي صراحة شنو شو اصلي انتو عندج مليونين متابع على انستجرام يعني شنو يعني شنو اللي يميزج عن هادول الناس شنو اللي يخليش تستنكو فين تقعدينو اياهم اوكي بالنسبة اول شي يا حبايب طبع القمر الطاي هي موليوتيوبر الوحيدة والمؤثرة الوحيدة اللي حاجت على هذا التنظيم مثل برسمة بغداد همين طلعت منتقدة التنظيم انهو كان جدا سيء فمادر ليش صراحة التركيز صار غوي على القمر الطاي بالنسبة الثاني الشي خليش اصلكم سؤال معين انتو حاليا قاعد تشوفون المقطع يا حبايب لو افترض انو تريد ان تروحون الحفلة ودفعتوا الستمائة دولار حتى تقعدون ببداية هذه الحفلة طبعا ستمائة دولار هو مولغة كلش عالي انو انتو معنتو اثنياتكم لكل واحد وثلاثمية وفاجأة يجي واحد يدفع بس خمسين دولار هو يقعد بالبداية وانت فعليا تكون لي ورا اكيد هذا الشي رح يعصبك تعتبر انو عن ما انتهكت حقوقك غايك او مول انو انو مشهور وانما مجرد تريد تريد دافع عن حقوقك هذا الشي القمر طاي خلها انو نضوج وهي تطلع تحجي ممكن هي غلطت باستخدام شوية من الملافظ انو مثل الناس العاديين ولكن هذا عايد انو هي بعد ابنية صغيرة اكيد مو كلش واعي بكل الكلام اللي قادة تقولها عاكم كتبنا بكومنتات هدتو بي قمر او ضدها ويصولوا لحبارة من وصلت المقطع اتنو اقطع الجاوكو منسو التجارة روح اتبقى باللايكات وبس بجعلنكم في هاتف زين نقاط من كل القصص احبكم بس طبعا سار نزلت لكم بديه يا حبايب اكون الوصف رح تلقوه وبالتعليقات وبس مع السلامة